قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لكم فإذن في شريعة المسيح حتى النظرة فقد زنى في قلبه اليهود كانوا بيتكلموا عن الخطي الفعلية أنه الإنسان يعني بمارس الزنى لكن المسيح أخذنا في عمق وبعد أعمق لتفسير هذه الشريعة أنه بالواقع هي بتتدي من جوه من القلب تخرج الأفكار الشريرة زنى فسق عهارة فأخذنا إلى الأساس إلى الموقع اللي بتصدر منه هذه الأمور في شريعة المسيح حتى الزنى مكتوب فقد حتى الشهوة فالإنسان بيزني في قلبه فالزاني يفتقر إلى الكرامة الإنسانية ويسبب ويلاد كم من خطايا الزنى اللي سببت القتل بسبب الشرف واللي عملت حروب أهلية وحروب بين قبائل وحروب بين جماعات وكم من البيوت اللي انكسرت والطلقات والإنفساخات عدا عن الأولاد الغير شرعيين دايما الإنسان لما ما بيمشي بحسب شريعة الرب وبحسب نظام الله يعني كأنه عم بهين الله وعم بيسخر من الله يقول ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فالزاني بيفتقر للكرامة بيفتقر لكثير أمور تعتبر عيب ووصمة عار من ناحية كتابية طبعا وفي المجتمع الشرقي الكتاب المقدس بسفر الأمثال وفي كثير بيتكلم بسفر الأمثال عن هذا الموضوع مكتوب طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوياء إبليس بيستدرج الإنسان خطوة بخطوة بيصل إلى حالة التخدير بيتخدر الإنسان تبتدي في نظرة في كلمة في مشهد بتغرس في النفس فتبتدي بذور الشهوة تخرج لبرا وتطلع من هذا الإنسان فبتستعبد وبتقيد حياة هذا الشخص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر